اشتركوا في القناة لكن انا دائما بحس انه تلفزيون له رونق ويعني في داخل البيت انه بتقعد تتفرج مع اسرتك ما تكونش لحالك يعني ما بتشوفش على اللابتوب او على الموبايل لحالك لكن هو اكيد تأثر وخاف طبعا على المنصات لا على المنصات اكتر لانه مثلا انا من الناس اذا بدأ شاهد عمل بحب اشوفه بعد ما يخلص عشان انا اقرر كم حلقة اشوف يعني ما يسيرش كل حلقة لحالها لانه مش دائما انت بتكون متواجد فيمكن بحب اني اشوف مثلا حلقتين ثلاثة مع بعض بعدين اشوف مثلا حلقة فلا يعني بكون العمل على المنصات متابعة اكتر ان شاء الله عندي مشروع هلأ مسرح لكن انا من سنتين كان عندي مع وزارة الثقافة وستخسله يا نهر الاردن وكانت تجربة انا كتير سعيدة فيها مع الاستاذ حكيم حرب وعملنا سالمي وهي التجربة خلتني اتشجع انه لازم ابدأ بمشروع جديد لكن انا المسرح تحديدا بقول مش بالضرورة هي مش كم هي النوعية فمش راح اكون كل سنة من سنتين كنت هلأ ان شاء الله شغالي على مشروع جديد انا اذا زبطته الدكتور جواد الاسدي المبدعي الكبير طبعا تجربة مهمة كتير وانا سعيدة فيها اولا سعيدة مع مخرجة كبير استاذ خيري بشارة سعيدة مع الجميلة هيفا وهبي لانه حسيت قديش هي مظلومة لما مرات بقولوا عنها انه بس مطلب لا ممثلة كويسة وكانت مشتهدة وكانت بتحضر شغلها وملتزمة جدا بالاستوديو والصحيح الاهم والاهم انها انسانة كتير رائعة داخل اللوكيشن فهلا بيكرروا كتير اعمال ويمكن اعمال ناجحة لكن انا بحس انه هذي ستين حلقة لانه انا عندي مبدع اكم ستين ساعة بحياتي شان اشوف مسلسلات بهذا الزخم اكم ستين ساعة من عمري راح اضل اشوف مسلسل ورا مسلسل ورا مسلسل احنا تلاتين حلقة وانا بقول يا ربي نزلوهم زي ما قلنا اول اول ما بدينا تلاتاشر حلقة وسبعية وخمسةاشر حلقة هلا فيه ناس يمكن بتحب ويمكن انا اخود التجربة بعرفش لكن لا احبت كتير يعني وتحديدا اذا كان عمل تاريخي وينحك بلهجة عامية يعني ابدا ما بحب بحب يكون باللغة الفصحة لانه لغتنا العربية لغة جميلة جدا اها طبعا انا يعني متأكدة من هاي من هذا الحس او هاي القناعة بانه فيه اموال تدفع من اجل تدفيه الشباب الجديد والصبايا خلينا قول الجيل الجديد لانه يعني شوف مستوى الاعمال اما بيشجعلك المثلية اما عم بيشجعلك العقوق الوالدين بطريقة او باخرى واما ببعدك عن موطنك وبعدك عن دينك وهاي اكيد مش رح تيجي يعني ما اججتش بالصدفة اكيد يعني مرتبينها وبنضخ اموال من اجل هذا الموضوع وشوف الاعمال الاخيرة اللي نزلت ان كان مسلسلات او افلام يعني الجمهور اللي بيصنفك بس مش مشكلة يعني شو يقول انا اول بس ما فيش ساحة بتستحمل بس اول واحد يعني انا بالارضان انا بعتبر حالي اولى وشافيئة طل اولى وسجولية عواد اولى ونادرة عمران اولى يعني في كتير الاولى لا يعني انه ما في غيرك الاولى انت بتحب يحبك الجمهور بس في غيرك فالصحة بتستحمل يعني اكيد هلا التصنيف اما انا اطلع اكتب انا اولى يعني اصني صعبة لازم يكون الجمهور هو اللي قرر ان شاء الله رح ندخل فيه بشهر خمسة هو كل العمل بيحكي عن نماذج مريضة بالسرطان وكل نموذج كيف بتعامل كيف بيندمج مع المجتمع كيف المجتمع بتعامل معه ومع آلية التعامل مع مرضه داخل البيت انا كتير حاب الفكرة وكتير حاب انه نبلش اهلا اكيد في كتير عمال اتطرقت لهاي المواضيع بس هذا العمل 90% منهم مصابين كانسر بس كل واحد يعني حدا بقلبه حدا في دماغه حدا في العمود الفقري يعني عرفت في اكتر من شخصية مصابة بعيد الشر عنهم يا رب فانا حاب لانه كتير هو متفشي عندنا هاي الفترة وعن بنحس ناس كتير عم بتموت من الكانسر وما منقدر نعرف هل هو حقيقة اللي عم بسير في الاجواء العربية او العالم كله بالبشري زي ما صار وقت الكورونا ولا مقصود ولا يعني مليون الف سؤال بتسأل بس كفناني منواجبنا انه نصير نحب نطرحهاي المواضيع اللي بتمثل المجتمع هلا في عمل اسمه اكباد مهاجرة عن فتاة بيرفض ابو حبيبها يزوجها فبتروح و هي مع زوجها بالصحراء بكون انت ولدين وبنت و بضيعه فببلش كل حياتها في المسلسل انه كيف تلاقيهم وبصيبها طبعا فقدام بالذاكرة وبصيبها اشياء كتيرة و زوجها بيتوفى و في احداث كتيرة في معانا اللي عملت دور صفاء سلطان الجميلة اللي عملت بنتي اكتر من عمل في الاردن و معانا اساز محمد المجالي و المخرج ليث حجاوي يعني مجموعة كبيرة والاساز كبير طبعا محمد العبادي في مجموعة كبيرة سيدة جوليات عواد اتمنى انه هذا العمل يكون مختلف شوي عن القصص لانه مفيش في موضوع ثار وماثار في موضوع علاقات انسانية بحتة بهذا العمل العمل الثاني ايها مشاهه هو كوميدي بدوي وهي الاول مرة يعني عاملين كوميدي بدوي عن امها التنتين انا عندي بنت شوي على نياتها طيبة بس نفسي ازوجها الاحسن واحد في العرب كلها يعني من كل العشائر وست سهير فايد عندها ولد برضو علانياتهم ومنبلش نعطيهم كل واحد فيهم صفات مختلفة عن الموجودة فيه إنه شاعر وفارس وواواواوا هو طبعاً يعني بدأت القصة بكذبة فبيصير من خلال هاي المواقف الكوميدية بين الأمهات التنتين وبين لولاد هدول اللي بيصير يحبوا بعض وبنهم مش يستغنوا عن بعض هم التنين طبعاً شبابنا الحلوين طارق شوابكة ورنا الثلجة هم اللي قائمين بهدول الدورين هام وشعة أتمنى لهم يا رب كل التوفيق يعطيكم ألف عفية شرفتوني